موسيقى السلام عليكم عبدالخالق سعيد عبدالرب واحد من موظفي المؤسسات الإرادية في محافظة تعز الذين انقطعت مرتباتهم منذ توقف العمل في مؤسساتهم فتحولوا من موظفين مستوري الحال إلى فقراء يعانون أثر الحرب من انقطاع الغاز والكهرباء وغيرها من الخدمات وغلائها إن توفرت نتابع جانبا من قصة أسرة عبدالخالق في الفيلم التالي ومن ثم نعود اسمي عبدالخالق سعيد عبدالرب محمد صالح أنا موظفي بمؤسسة العمل المسالح وأسلق المحوم كان ياما 2011 كان إيراد المؤسسة هذه 40 مليون الآن صبحنا يعني ما فيش إيراد مصلخ الضباب مدمار أنا بلا مرتبات 2019 ساعة عش ما استلمناوش سلموا لنا 2018 مرتبات 2018 ثلاث سنين سابقة لما نستلمها كان يصرفوا الجميع المؤسسات ونحنا ما نستلمش كان أبيه السلم معه ونحن أم أستلم نحن نصرف نحن نحن نصرف نحن إنها أصبح بحار بادار كنا مرتاحين لبنحاقة كنا مرتاحين الحمد لله ولا بناشنا الآن جارين خرقنا نحط بحار بادار يتم تعملات خرقنا نحطي أشتغل بلمدرسة منسابة فعل إيقاب منسابة عيالي وإيقظرنا زعوا مدرسة من دون مصروف كنا مرتاحنا كانت نعمل قمعية شئ خمسة ألف كانت نعمل قمعية واستعمل عشرين ثلاثين ولا يشتري لي بذهاب كنا مرتاحنا ولا نحتاج لحد ولا نشتي من حد هاقة مرتاحنا ولا بناشي الراتير كان كل شيء كان يغطين يقدر واحد يمشيبه حالته اليومية اضطرينا يعني النبع الذهاب والسلاف تدين تدين كهير والله أنا بعت حتى التلفور كان نظيم مصبح حمى الضراك بعتوا التلفور نزلتوا أبحاث عن الأعمال قلست يعني كثير من ثلاثة أساني أدور عن الأعمال بقالة ومطعم لما أجد أي أعمال قابل لنا مئة آلف حق الصندوق يعني قلتوا وغطيتوا منه إلجار ضع الراتب حقنا ضعنا لحنا الآن ضعي ضريتنا أني خرق أشتغل من سبع عيال ودفع الإيجار وازالح طبلاق أو لتالمرور وازالح طبلاق أو لتالمرور وازالح طبلاق مدرسات السوايد حطيب أطلع وقال روح أقش يخرج حملة حطها فوقي آكل والشرب والعناة الإغاثة يعني تيمتع قليل قسمنا لنا واحد من القيران نقسمها يعني تمشي فيما اسكبنا عباحة الإغاثة والإغاثة، قد نقول لها في الديول، هذه فراكمة كفرنا في الديول طالبنا ندلنا الرواتب حقنا ولا نشتي حاجة منه ندلنا الرواتب حقنا حتى هذا إغاثة عادلة ما ندلناش عادي نشتي الراتب ندلنا الراتب والبركة بكل حاجة تشتري لبيتك اللي تشأوه عملنا وقفة احتجاجيات وقدموا لنا مطالب وما أحد يستجيب لنا فنرجو عبر قانتكم أن توصلوا رسالتنا هذه مئات الموظفين من زملاء عبدالخالق يشاركونه هذا المطلب ويقاسمونه هذه الأمنية ونظموا لذلك الكثير من الوقفات الاحتجاجية وأرسلوا رسائل الاستغاثة للجهات المختصة في وزارة المالية وغيرها من الجهات لكن فسائلهم يقابلها الإهمال ومعاناتهم مستمرة وللحديث عن قضية هذه الفئة من الموظفين المنقطعة رواتبهم ينضم إلينا من مدينة تعز المحامي والناشط الحقوقي محمد الصلاحي مرحبا بك معنا سيد محمد أهلا وسهلا تابعنا قبل قليل قصة أسرة كان عائلها موظفا في المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحم لكنها الآن تعاني مأساة انقطاع مرتب عائلها أولا سنسألك ما هي المؤسسات التي لا يزال موظفوها محرومون من رواتبهم داخل محافظة تعز نعم المؤسسات التي لا يزال موظفوها محرومون من رواتب العز تقريبا هي مجمع من الأساسات منها صندوق النظافة في المدينة ومصنع أسمنة البرح كهرباء تعز كهرباء الريف المؤسسة العامة للقسر وللطرقات القسور مؤسسة المسالخ ميناء المخاء هذه بعض من المؤسسات التي ما زالتها هم غير متضامة كم عدد موظفي هذه المؤسسات؟ لا يوجد حس تقريبا على سبيل المثال المسالخ تقريبا عدد موظفهم مئة وعشرين موظف المتضمين منهم قلة أما البقية فلا يوجد حس تقيقة لديهم وإن شاء الله سنوى فيها في لقاء آخر سنوى فيكم بالتفاصيل أدق يعني هل يوجد نقابات لهؤلاء الموظفين تطالب بحقوقهم وتطالب بتسليمهم رواتبهم؟ لا توجد نقابات منتظمة نعم أحيانا بعض النقابات تطالبهم أما نقابات منتظمة لا توجد يعني لماذا لم يتم تشكيل نقابات تطالب بحقوق هؤلاء الموظفين؟ السبب السبب واضح على قلة صرف الرواتب هي طبعا تأتي من نجزات المالية بعدا وسبب ذلك أن تطالب بالجهات بإيرادات وهي جهة إيرادية لكن للأسف لا تعمل مثلا إيراد مصنع البرح المصنع البرح مصنع تحت سيطرة الحوثيين وقابد النهباء وتطالب بإيرادات ولا يوجد يوم إيرادات وكذا الكهرباء لا يوجد كهرباء أصلا سوى الكهرباء الخاصة كذلك ميناء المخوى لا تخضى عدارته حاليا للسلطة المحلية ويدين الميناء وما تدين الميناء المعروف هي الإمارات فكيف هي تطالبهم بإيرادات وهي لا توجد أصلا معها إيرادات فهذه من الصعوبات التي تعاقزت عن صرف الرواتب الموظفين نعم هل هناك إجراءات إيرادات هل هناك إجراءات قانونية قام بها الموظفون ومحاموهم لمتابعة قضية توقف الرواتب نعم منهم عملوا وقفات احتجاجية نعم أسألك تحديدا عن الإجراءات القانونية الإجراءات القانونية لا يقول سواء أنهم أرسلوا بعض المندوبين إلى وزارة المالين لمتابعة حقوقهم نعم إذا ما سألتك عن المنظمات المحلية هل عملت على مساندة هؤلاء الموظفين والمطالبة بحقوقهم نعم الموظفات ساعدت بعض المنظمات الحقوقية ساعدت بعض الموظفين بوقوف معهم بوقوف الاحتجاجية وتسهيل لهم اللقاءة مع المسؤولين والمختصين نعم برأيك كمحامي وخبير كيف ينظر القانون إلى مسألة توقف هذه الرواتب وبالتالي من يتحمل هذه التبعات تبعات توقف المرتبات الراتب حق قانوني حق قانوني يكفره الدستور والقانون وكل المواثقة الإنسانية والدولية ولا يجوز إيقاف الراتب أو قطعي نهاية تحت أي مبرر كان من لم يكن هناك مبرر قانوني واضح وصريح لا لبس فيه ولا خلاف ويظل مسؤولية الحكومة الشرعية مسؤولية أساسية هو صرف رواتبهم الموظفين فلا توجد حكومة العالم تحت أي ضرف من الظروف قطعت راتب موظفيها نعم كنت قد ذكرت بعض الأسباب التي حالت دون صرف هذه الرواتب لكن هناك بعض المؤسسات حصل موظفوها على رواتب سنة واحدة هي 2018 إذن ما الذي حال دون استمرار صرف مرتباتهم خلال هذا العام السبب عن قلات صرف موظفوها هي وزارة المالية من حيث تطلب منهم طلب منهم إرادات ولكن لا يقول الجهاز إرادية نهائيا في ظل هذا الوضع يعني لماذا لم يتم تحويل هؤلاء الموظفين للجهاز الإداري للدولة ماليا وإداريا ما دامت مؤسساتهم التي يعملون فيها عاجزة حاليا عن تسليم مرتباتهم أليس ذلك حق من حقوقهم طمعا هذا حق من حقوقهم ومن حق الدولة أن تضمهم إليها لأنها هي التي تتكفل بصرف رواتبهم هل هناك مطالبات من قبل هؤلاء الموظفين يعني طالبوا بها إضافتهم إلى الجهاز الإداري للدولة نعم هناك مطالبات وهناك استغاثة وقد قاموا بالعمل عديد من الوقفات الاحتجاجية يطالبون مثل المطالب ومنهم كان نزول مندوبهم إلى وزارة المالية بعدان لمطالبة حقوقهم وعياد ورتباتهم إذا ما سألتك عن الفترة القادمة وإذا ما تم أيضا تسليم مرتباتهم مرتباتهم التي انقطعت في السنوات الماضية هل من حقهم أن يحصلوا عليها وهل سوف يتم تسليمها لهم؟ نعم من حقهم أن يطالبوا بها ولا يتسقط حقهم تحت أي مبرر ويجب على الدولة حقا على حكومتنا أن تعوضهم قراء الفترة انقطاعهم لأنهم تعرضوا هم وأسرهم إلى أزمة مالية بحتة بسبب انقطاع رواتبهم نعم إذن هل يحق لهم أيضا المطالبة بالتعويض تعويض سنوات الحرمان وبالتالي تحسين أحوالهم المادية؟ نعم نعم يا سيدي نعم يحق لهم مقاوضات الحكومة وطلب التعويض ويجب على المحكمة المتصل الحكومة بالتعويض نتيجة ضرر الذي أصابهم من حرمانهم رواتهم وتأخيرهم عنها هذا حقهم من حقوقهم سيد محمد يعني هذه الأسر تعيش وضع مادي صعب للغاية في الفيلم تحدثوا عن أن هناك إغاثة بسيطة تصلهم ما حجم هذه الإغاثة وهل هي كفيلة يعني أن يعتمد عليها لتحسين أوضاعهم صراحة وبكل وضوح لا تكفي حاجتهم الأساسية وإنما هي تغطي قز بسيط هل هي هذه الإغاثة مستمرة؟ هل يتلقونها باستمرار؟ حاليا نعم مستمرة حاليا مستمرة لحد لا مستمرة لكن لا تفيد بالمطالب هل هناك فالراتب أساسي فالراتب هو شريان الحياة نعم هل هناك يد عون تمد لهؤلاء المحتاجين والموظفين المقطع رواتبهم من رجال الخير داخل المدينة؟ نعم هذه الحاجة موجودة في محاولة تعزل من رجال الخيرين يتبرعوا لا بأس ويدد العون لمن لا يملكون شيء نعم إذا ما أصيب أحد أفراد هذه الأسرة أو هذه الأسر بمرض معين هل يحصلون على خصم أو تخفيض داخل مستشفيات المدينة لعلاج الحالات المصابة لديهم؟ هل تسهيلات تقدم لهم؟ نعم نقدم تسهيلات لهم ويتم معالجتهم مع إطام العلاق اللازم نعم رسالة أخيرة تود توجيهها للجهات المعنية أيضا هؤلاء الموظفين وأيضا المنظمات المحلية داخل المدينة نعم نطلب الحكومة الشرعية بسرعة البت في طلب الموظفين بصرف رواتبهم بانتظام كما نشكر سلطة المحلية في مدينة تعز والمدير المالية في مدينة تعز الذين سهلوا لصرف مستحقات البعض الموظفين الذين ما زالت مستمرة وبعضهم من قطعة لكنهم بدونون أقصر قهد نشكرهم ونشكر تقديراتهم نعم شكرا لك المحامي والناشط الحقوقي محمد الصلاحي كنت معي من مدينة تعز شكرا لك مشاهدين الكرام انتهى وقت هذه الحلقة نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو صفحتنا على الفيسبوك ويمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب عبد الخالق سعيد عبد الرب تم الرصد في أمان الله موسيقى 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 موسيقى